وبشأن التطورات السورية ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث السياسي السوري سينان حتاحد سيد سينان مرحبا بكم واشنطن تهدد قوات الأسد بضربات جديدة في حال استخدمت أسلحة كيموية لكن برأيكم هل نعتبر هذا التصريح موافقة أمريكية ضمنية لضرب محافظة إدلب؟ يعني لا أعتقد أنها موافقة أمريكية ولكن هي يعني تكرار في الغوطة الشرقية الحشب الأيضاء في سوريا وفي حالة أتكرر الأمراء التي يمكنها سيد سينان الصوت يصل متقطعا هل لا غيرتم مكانكم من فضلكم تفضل تفضل هل حصلت أفضل؟ تفضل تفضل نعم فبالتالي لا أعتقد أنها هي هنا هذا دو أخضر أمريكي بقدر ما هو عبارة عن تصريح عن موقع الخط الأحمر هذه لا يمكن ولاية المتحدة تتنازل عليه طيب كيف تفسر وصول مدمرة أمريكية للخليج العربي لتنفيذ ضربة في سوريا بحسب تصريح لوزارة الدفاع الروسية كيف تقرأ هذا التطور؟ سيد الكريم اليوم الذي يقوم بالهجوم في إدلب هي القوات النظام وإلى جانبها هي قوات روسيا وإذا حصل اليوم هذا الهجوم على رقع واسعة فتقوم بالاتفاق أقل بموافقة ضمنية من تركيا الولايات المتحدة هنا لا تلعب غير دور المخرب ليست هي من تقوم بالهجوم وليست ما هي من تسهل له واليوم روسيا ليست دولة صغيرة اليوم روسيا هي دولة عضو في مجلس الأمن ولديها حق الفيديو ولديها أيضا ترسامة ويمكنها أن تشكل رادع قوي بالتجاه الولايات المتحدة ما تقوم به الولايات المتحدة هو مجرد رسم خطوط الحمراء ليست هي من تقوم بها في هذه المطاف محافظة إدلب بالنسبة للولايات المتحدة ليست لها أي أهمية استراتيجية كل ما يمكن أن يهمها في إدلب هو بعض العناصر المتمين إلى تنظيم القاعدة ولا يريدون أن يخرج هؤلاء إلى أوروبا ومن أوروبا ينفتدون بعمليات أمنية ضد مصادر أو ضد الولايات المتحدة وهو شركة طيب سيد سينان في حال شن النظام وحليفه الروسي هجوما على إدلب كيف نتوقع التداعيات بعد ذلك؟ يعني أعتقد أن اليوم الزيارات المتكررة بين أنقرة وموسكو هذه هي يعني كان الرئيس الاستخبارات التركي وبإضافة إلى وزير الدفاع التركي يعني هذه الثاني زيارة لهم لموسكو خلال آخر أسبوعين كلها من أجل تفادي أي عملية عسكرية وفاعة النطاق في إدلب اليوجد بشكل واضح نعم أنواع محاولة لإيجاد طريق ثالث بين روسيا وبين تركيا من أجل تفادي أي عمليات نزوح كبيرة هذه ليست فقط مطلب تركي وإنما أيضا مطلب روسي لأن روسيا اليوم تحاول إعادة تعويم نظام بالأسد على نساحة الدولية من خلال الورقة التي عودت للاجئين فبالتالي أي عملية نزوح جديدة أي لاجئون سوريون سيصلون إلى الأراضي التركية هي أيضا عبارة عن كبوة لهذه الخطة فبالتالي يمكن أن نتوقع في المراحل القادمة أعمال عسكرية على مواقع محددة معروفة سابقا منها الأودستراد الدولة التي يصل دمشق مع حلب ربما أيضا بعض العمليات النوعية في مناطق غرب تهل الغاب وكلها بشكل أو بآخر بالتنطيق مع تركيا هل ستنجح تركيا في كبح نجام النظام؟ هذا هو التحدي خصوصا أن روسيا يجب أيضا أن نكون واقعين في محاولة فهمنا لقدرتها على التحكم بالنظام النظام اليوم بدأ يتصرف كأنه بموقع قوة يدرك أن الروس لا يمكنهم تغييره بسهولة وإنه إلى حد ما شريك وهذا شهدناه في بعض المناطق نعم سيد سيناء فبالتالي يجب أن نرى هذه المرحلة القادمة كيف ستتجلى من اسطنبول الباحث السياسي السوري سينان حتاحت شكرا جزيلا لكم